انا كهاني انا ما عرفش اي تفاصيل عن فكرة مين الوكيلي ولا على اول مرة عرف ان علي غزال دلوقتي الوكيل هو ممدوح انا ما عرفش لانا ما بتدخلش بالحجاب تبقى الممدوح كان متواجد في المنطقة لا ما كانش متواجد خالص لكن كان ساعات بييجي كانش ساعات بييجي انا اللي عرفه انه هو وكيل وردة للوحيد وكيل كوكا وكيل اجيري وكيل علي غزال ساعات كان بيجي مثل يوعد مع وردة وروح منا على سرجاب لا سرجابو لا كانش لقيده اولا س barely كان سرجادو كان انا ما عرفش جات ليلمعلومة دي اذا كانت معلومة صحة ولا لا انه هو يدورني كان منزوره لاسلا مع دي دور واضح يعني الساعات كان انزل brighten يلعب. دي اواجه من دهوره ولا حاجة يعني كان بقى حتى بينزل كان بيلعب اكتر يعني بيتمرر مع اللعيبة يعني عندنا بنلعب خمسة قد خمسة ناقص واحد هو يخش لكن ما كانش يليد ظهور بصراحة في الجهاز حتى على مستوى لما بنتكلم في طريقة اللعب او بنتكلم في التشقيق ما كانش هو اصلا موضوع ما سألتش اجري اللي سر جادو بسرق مش عشان جهد يعني سألت اول ما اسمعت الاسم يا جادو فقال لي انا يعني انا سر جادو انا اعرفك لعيب كبير هل اتفرض علي وجود سر جادو انا الله اعلم انا كل اللي عرفه انه هو نفسه اجري قال لي انا عارف ان الاتحاد المصري متعقد مع يعني ع حاطة اجري ع حاطة سر جادو في الصورة قبل ما انا ايجي وتعرفت عليه ورجل شخصيك وايه ساوه ممكن يعني كلعب كبير اسم كبير لا يعني اصد ما سألتوش ممكن يفدنا في ايه كتش مثلا لا ما سألتوش الله اصلا يوم الشغلة اه يوم الشغلة سواء ما بتكلمش معنا كمان يعني احنا يوم ما بنجتمع مثلا بنتكلم في اه هنالعب ازاي او من اللي حيلعب هو ما كانش متواجد هو متواجد شوية على في التدريبات ومتواجد بس في اسعة الاكل يعني ده معناه ان سر جادو لم يكن له دور لا خالص من له القبل شكرا شكرا اشتركوا في القناة